قبل مدخلة محمد كنت أتكلم مع أمير على سيناريو ما كانش الأول ويبدو كده أنه لن يكون الأخير يعني السيناريو ده بيتكرر دايما طبعاً الأهلي مدرسة عظيمة جداً بالذات في حراس المرم ويمكن أغلب حراس منتخب مصر على مدار تاريخه إلا استثناءات قليلة جداً كانوا من حراس مرمو نادي الأهلي بفتكر تجربة شوبير وراء إكرامي وثابت بفتكر تجربتك وراء الحضري وبشوف دلوقتي نتمنى له طبعاً العودة بألف سلامة حرس مصر الأول طبعاً كابتل شناوي لكن بشوف تجربة وصفة شوبير وراء الشناوي في أوقات كتير جداً ناس ممكن تقول لك لا أنا دور على فرصتي برا لا أنا مقدرش تستنى ده كله وممكن القعدة دي تسبب إحباط أو تخليه لما تجيله الفرصة ما يبقاش جاهز لها عايز أكلم معك عن فترة ما قبل التقلق وتولي المسؤولية بشكل أساسي أمير كنت تحس بإيه وإزاي تعديت أو تخطيت المرحلة الصعبة دي بالنسبة للظرف بتاعي لما أنا كنت موجود في النادي الأهلي يمكن أعد حوالي 8 سنين احتياطي للحضري ولكن على 8 سنين فترة 8 سنين أنا شاركت مستر مانو الجزيز كان دايماً بيخلي الحضري يلعب شامبينز ليج والدوري وأنا بأخذ الكاس أو فيه متشاط معنا الحضري مثلاً كنا احنا بناخد الدوري بفترة كبيرة جداً نعم قبل الدوري ما يبدأ فأنا كنت بأخذ بكمل أنا الدوري كله لكن الفترة حقية هي فعلاً وخلي بألك في الفترة 8 سنين دول أنت بجي لك عروض ولكن النادي الأهلي دائماً بيفكر في حتة العقود دي بيبقى في مصلحة النادي ثم مصلحة اللعب لو النادي فعلاً محتاج اللعب ده بيبقى موجود مش محتاج ومفيش بديل هتبقى الأمور صعبة جداً وطبع بالتنصيق فأنت وجودك في النادي الأهلي ده حد ذاته كويس جداً وإن أي لعب بيبقى مبسوط جداً هو في النادي الأهلي ونفسه يشارك هو والآخر بيجي لك عروض ولكن النادي الأهلي بيبقى شايف من وجهة نظر إنه هم محتاجينك فأنت بتستنى وتصبر الفترة كالش مثلاً لأ أنا عايز ألعب منتخب أو عايز أوصل أساسي أهلي عشان أو أساسي في حتة ثانية عشان ممكن نلعب منتخب ألعب بطولة أفريقيا دي ما بتخشش في الاعتبارات فكرت فيها وأي لعب هيفكر فيها وخلب لك حتى مصطفى شبير كان فيه كلام على البنك الأهلي وفيه كلام على سراميكا وكان فيه كلام أنه هيروح مش عارف فين طبيعي نهو بالعب ندل هجيله عروض حتى را مش بيشارك فبالتالي إحنا الفترة اللي أنا كنت موجود فيها دي ساعتها قبلها بفترة مش كتيرة كان نادر إسماعيلي بيتكلم معي ويقولت لهم كلمه عن نادر الأهلي كان سيد يحي الكومي هو اللي كان متوالي المسؤولية في نادر إسماعيلي كرئيس النادي ويتكلم ويقولت لهم وكل سنة كان نادر إسماعيلي ونادر مصر ونادر التحدي الأندية بيبقوا محتاجينك لأن طبعا هم نادر جمهرية عايزين حد من نادر جمهرية ويبعنده شخصية فطبعا بيروح للنادر الأهلي دايما على طول فكان جالي ساعتها لنادي إسماعيلي ساعتها فعلا قبلها بفترة مش كبيرة ولكن والديتي ساعتها سبحان الله قالت لي بصوا النادي الأهلي مش هيتكرر فأنت خليك في النادي الأهلي وربنا هيوفقك في أي وقت والفترة الجاية قلت خلاص أنا هكمل في النادي الأهلي قعدت جي موضوع سفر الحضري فجأة ده كان قبل سفر الحضري كنت بتتمرن عندك الإسرار والروح وانت تلعب الحضري في الوقت ده كان يوصل لطوب فورم يعني واحد من الحراس عمله تاريخ كبير جدا يعني بصراحة بيبقى فيه فكرة المنتاليتي أو العقلية لا أنا فيه هدف أنا هقدر أوصل أنا فيه ولا زي ناس كتير جدا ممكن تبقى داون فاللي هو تأديه تواجب يعني فاهم قصدي أمير ما ينفعش يبقى لعيب محمد في النادي الأهلي يبقى تأديه تواجب كل لعب يسعى كل واحد يجتهد كل واحد يستنى الفرصة 25-30 لعب اللي موجودين وعام ناس صعدة من تحت حتى صعد من تحت ده عايز يأخذ فرصات وعاوز يلعب وعاوز يشارك وعاوز يحط يقليه بصمة مع النادي الأهلي فبالتالي أنت بتتمرن وتخلص وتشد ومستنى الفرصة حتى المتشارة الودية بتتحسب عليك يعني أنت مستني تلعب ماتش ودي محسوب عليك هتتقايم على مستواك فبالتالي ده كنا بنعدي نحن بنتمرن نجيلي فرصة بمعوت نفسي فيها عشان كده الناس كانت بتتكلم في الفترة دي أن أمير عبد الحميد لمهما يغيب يرجع كأنه بيلعب ده كان جملة بتتقال علي الفرق بس بيني بين مصطفى أنا عدت فترة مصطفى هو لسه متصعد من سنتين كتأييد رسمي فريق أول وهو طالع وهو متحت كان الناس بتتكلم عليه وفي نفس الوقت لما كان بياخد فرص ولكن فرصة كان بسيطة جدا كان علي لطفة كان بياخد أوش الناوي كانت فرصة مصطفى ممكن ياخد شوت تاني في ماتش ودي ماتش كاس مع فيلر كاس مع فيلر أعتقد كانت مباراة نادي الترسانة اه تلت تلتين أعمل ماتش كويس حتى كمان كابتال شوبير سألني قلت له أنا معرفش مصطفى شوبير معرفوش كمستوى لكن أنا عارفه ومصطفى كنت بس يعني ما شفتوش ولا مرة كان بيجي للبيت على فكرة وسبحان الله كان بيجي ويقعد معي وفي ميزة وشخصية محترمة وشخصية كويسة عائل جدا بيسمع بيسمع للناس اللي هي بتقول له اعمل كذا ومتعملش كذا وخليك كذا ووصبر كذا هو بيسمع دايما كان بيجي للبيت وكان يعني سبحان الله الحاجات دي كنت بعملها مع كابتال شوبير كنت تديله لبسي ودقانتيتي كابتال شوبير كان بيعمل كنا معي فهو قلتولي أصبر وانتريك مستقبل ان شاء الله كان ساعتها في متخب شباب لما جي خد فرصة ماتش الترسلانة كابتال شوبير سألني قلتولي أنا معرفش كنت أنا ساعتها متولي مسؤولية تمدير فرع النادي الاهلي في فرع الجزيرة في أكاديمية فما شفتوش خدت أجازة اليوم ده وتفارقت عليه عمل ماتش كويس جدا وكبير جدا وبانت شخصيته ودي ميزة جدا بتبان شخصية لعيب في النادي الاهلي ساعتها بقى بتده ياخد وستنى خد على فترات طبعا أهم بصمة عملها هو نهائي فرق ماتش الوداد وبعد كده خلاص الناس بقت عندها سكرة هو عنده ميزة حلوة عنده قبول من الجماهير ودي ميزة لا بس ما بيجيش ما بيجيش كده بالحظ يعني أنت أكيد المحلة تحت ضغط ماتش المحلة كان ضغط كبير جدا لأن الجمهور من السنية تشوف أمين أمير هيعمل ايه فاهم برضو مصطفى لما جاء برضو جاء له الفرصة جاء وراء الشناوي فالناس هتحطه في مقارنة مع الشناوي فتبقى ضغط عنيف جدا ولكن هنا بتفرق شخصيتك انت واللي انت تعود تعليف النادي ومتمرن وعندك ثقف ربنا وفي إمكانياتك فأنت مستني الفرصة هو جاء له البصمة الأولى أسرع في وقت قليل ماتش صعب وماتش قوي نهائي ضد فريق قوي أنا كانت ساعتها النادي الأهلي بطولات وخلي بالأ كان لسه في بطولات تانية وكانت فيه مشاكل تانية انك انت انت ما عندكش جن هتأييده تاني غيري ناحمد عبد المنعم نص الموسم انت عندك نهاء نص موسم في الدوري وعندك كاس مصر بطولة أفريقيا وعندك بطولة أفريقيا سوبر أفريقي سوبر مصري عندك مشاكل تقيلة جدا فكل ده وراء بعض فالحمد الله أنا وزمائلي وعملنا إنجازات كويسة مصطفى كان البصمة بتاعته اللي هو ماتش ماتش مهم بعد كده قعد تاني وطبيعي أن الشيناوي كان هيرجع تاني حارس كبير وحارس يعني متقارن بالحضري لكن هو حظ مصطفى أن المسافة مش كتير لما لعب شد كويس الفترة اللي هو بلعب فيها دلوقتي هو عنده مساحة فترة كبيرة شوية عنده مساحة فيها هدوء ياخد نفسه شوية أن أنت بتعمل ماتش كويس حتى لو أخفقت فأنت عندك تقدر تعوض بعديها ومعندك مشكلة مع جمهور بيسندك جمهور النادي الأهلي عظيم بيسند أي حد بيلبس شوية النادي الأهلي فبالتالي هو ممكن عمل إخفاء سنة في السوبر ولكن هو قدر بشخصياته يرجع تاني وأنقذ هذا في شوية التاني واخدنا البطولة ابتدأ ياخد دلوقتي ويشارك مش هعقد مقارناته لكن من اللي كان ظروفه أحسن أو حظه أفضل في المشاركة بشكل الأساسي هل جيل أمير عبد الحميد وقتها ولا جيل مصطفى شبير دلوقتي بالكل يعني الظروف اللي انت شرحتها دي جيل مصطفى دلوقتي أنا عد 8 سنين شاركت وقعدت ورحت ونزلت وتصبت ورجعت والكلام ده كله زائد في حاجة مهمة انا احنا كمنا السيزن والبطولات دي كلها انا وحمد عدل عبد المنايم بس لان انت مكنتش يقدر يأيد حارس غير بعد 16 او 32 حاجة كده كملت كنت بتعور وبرجع وبرجع ومستر مانو الجزيع عارف ودكتور عابا علي وكابتان احمد ناجي كانوا عارفين الكلام ده بس في الناس كتير ما تعرفش انا فعلا لعبت وانا مصاب بفترات كبيرة جدا عشان مكنش في حارس تاني كان احمد عادل عبدالما لسه يعني غبراته مش قد كده وما كانش ينفع نجيب حارس تاني بس ممكن كانت تصعد معنا واحد من الناشئين او حاجة ولكن مصطفى اولا فيه سوشيال ميديا كتير في فيها ميزة وفيها عيب سوشيال ميديا كتير انت كانت لو تعلقت بتترفع حصل دربي واقعوك تاني وعايز اقول حاجة للناس وارد جدا 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 ان مصطفى شبير ممكن في مواطش يبقى مش موفق لازم نقف جنبه في مواطش تاني ممكن يبقى عالي جدا ومواطش بعدين مش مركز ده وضع طبيعي بقول للناس عشان تصبر عليه لان عودة الشناوي هتبقى عودة قوية وهتبقى ميزة للنادي الاهل انه كانت عندك اثنين حراس على مستوى عالي فانا شاف ان فرصة مصطفى يعني منتخب مصر وبتكلم في النادي الاهلي كانش فيه فرص للناس اتعطرنا في اصابات تبقى ملعب قدامك بكات يعني على مستوى طبعا كان كابتين عماد النحاس والجمعة والجمعة والأحمد السيد وكان رامي عادل بيشارك شوية محمد سامير كان طالع من تحت مش عايزة انسى حد من الناس الكبار النجوم اللي كانت موجودة انت بتكلم في نص في نص ملعب اصلا ما كانش فيه حاجة بتوصل تتكلم في الفراهو ده بيخلصوا على طول مفيش ماتش الماتش اللي قالي تسعين دي يعني اغلابهم كلهم في نص ملعب الفراهو المنفس